هذا السائل يقول ما هي شروط الرقية الشرعية شروط الرقية الشرعية هي أولا أن تكون من كتاب الله أو من سلة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من الأدعية الخالص التوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى هذا الشيء الثاني أن تبتعد عن الطلاسم وعن الرموس وعن نحو ذلك الشيء الثالث أن يكون هناك اعتقاد بأنها سبب والشافي هو الله سبحانه وتعالى لا يقال بأن الرقية هي التي تشفي فليس الشافي هو الله وبناء على هذا فالرقية إن شاء الله تنفع إذا كانت بهذه ورسول الله صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى بعض أصحابه ورقاه جبريل عليه السلام وأقر الرقية لبعض أصحابه حينما رقوا سيد أعراب ردغ جاء أحدهم ورقاه وفي نفس الأمر أعطوهم أجره على هذه الرقية فقالوا لا نتصر بهذا الرقية حتى أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا فأقرهم وقال وضربوا لي معكم بسهم من هذه الإجرة وهي مجموعة من غنم سألو إليك فضيلة الشيخ طيب يعني لو الإنسان مثلا ما يحفظ الرقية وأخذ كتاب مثلا من كتب الرقية أو بعض الأذكار وأخذ ينفث بها أهل هذا عمل إنسان والله إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى على كل حال طالما أنه ما يعرف ولكنه يقرأ ووجد ووجد يعني رقية مكتوبة فلا يظهر معنا منه إن شاء الله